نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع محافظة الغربية مشروعا للتدريب العملي المشترك على إدارة الأزمات والتوارث بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من خلال تنفيذ محاكات لعدد من الأزمات للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لمجابهة المواقف الطارئة جاء ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على دعم قطاعات المجتمع المدني والتنصيق المستمر مع كافة أجهزة مؤسسة الدولة وتنفيذا لستراتيجية تنمية روح الولاء والانتماء ونشر الوعي الثقافي والوطني لدى شباب مصر واستمرارا لمشاركة القوات المسلحة في مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددا من الندوات عن التحديات التي تواجه الشباب والدور الذي تقوم به الدولة وكافة مؤسساتها لمجابهة تلك التحديات لرفع الأعباء عن كاهل المواطن المصري واختتمت الندوات بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوي الهمم وفي إطار دعم القوات المسلحة لأبنائنا من قادرون باختلاف نفذت قوة الدفاع الشعبي والعسكري معرضين لمنتجاتهم بدار الأسلحة والذخيرة ونادي التكديف بالسويس وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعقاء